سلام عليكم ازايكم ايه يا ربكم بخير وفي احسن حال النهاردة بقى مع بعض هنعمل كده بريوش سهل وبسيط وهشي وجميل ونحط عليه كده مكون سحري هيعجبكو جدا جدا موجود في كل بيت معايا بقى هنا كده نص كباية من الميا عليها نص كباية من اللبن ونص كباية من السكر وربع كده معلقة صغيرة جدا من المرحوة بتقلبهم كده كويس جدا بالمضرب زي ما انتوا شايفين ومعايا هنا معلقة كده مليانة من الخميرة بجد البريوش ده هيعجبكو جدا جدا يا جماعة وعليها معلقة كبيرة من الخل انا هنا حطيت معلقتين علشان المعلقة بتاعتي صغيرة نقلب كده وانزل عليهم ببيضة ده تحفى جدا جدا وممكن تعملوا الاولادكو وهم رايحين المدرسة وعالفطور الصبح حاجة بجد جميلة طعمها حلو جدا جدا لان طبعا فيها لبن فيها بيض فيها حاجات حلوة يعني مغزية الاطفال معايا هنا بقى 3 كبيات ونص من الدقيق ابتدي بقى كده عجينهم زي ما انتوا شايفين ومش هياخد معنا وقت في العجين والعجين بتاعتنا هتطلع جميلة جدا ونعمة والقوام بتاعتها حلو عشان بقى الناس اللي ما عندهاش عجين ما تقولش بقى انا ما عنديش عجين يبقى مش هارف عجين على ايدي او تكسل وكده لأ ومعنا هنا بقى نص كباية تاني من الدقيق لان التالي كباية ونص لما حطيتهم على السويل زي ما انتوا شفتوا كده معايا مكادش لسه العجينة لمت فزودت لها نص كباية من الدقيق تاني وابتدى عجينها كده كويس جدا زي ما انتوا شايفين لحد ما البولة بتاعتي ننضف هو الفيديو اطول من كده بس انا سرعته لكم عشان ما يبقاش طويل عليكم وفي نفس الوقت اي ما تزهقوش منه بننضف كده ايدي من العجين وهنزل بقى كده بمعلقة كبيرة من الزبدة زبدة تكون يعني سايحة يعني مش سايحة يعني مسايحة ولا مسكة بس تكون بدرجة حرارة المطبخ علشان تبقى لينة كده معيك وانت بتعجينيها تعجين كويس لانها لو طلع من التلاجة تبقى جامدة مش هتعرف انك تعجينيها في العجين خلاص كده انا عجنت العجينة زي ما انتوا شايفين كده ده دي انا ما عجنتاش على رخامة ولا حاجة في الطبق بس كده زي ما انتوا شفت معي والله ما عجنتها على الرخامة اهو زي ما انتوا شايفين كده اسمتها لنصين لان النص هعمله بالشوكولاتة ونص التاني هيبقى كده ابيض زي ما انتوا شايفين هحط بقى كده معلقة من الكاكاو الخام زي ما انتوا شايفين معيه وهنزل عليهم كده بمعلقتين من اللبن اهو بالشكل ده علشان بس الكاكاو يفك كده معيه واقدر ان انا عجينه كويس في العجين اه لما حطيت المعلقة دي اه ما كفتش يعني حسيت ان اللون كده مش اللي هو اللون الشوكولاتة الحلو الغامي انه لأ كانت فتحة فزودت لها تاني معلقتين من الكاكاو عشان تديني الشكل اللي انتوا هتشوفوه في الاخر اهو زي ما انتوا شايفين كده خلاص انا حطيتها هنا دي الفتحة واللي هي بالشوكولاتة واغتيهم واسبها لحدا ما تختمر معينا ما تختمر كده نص تخميرة مش تخميرة كاملة لان طبعا بعد ما اشكلها اسبها تختمر تاني معي بقى العجينة بتاعتنا هي بعد اما اختمرت انا هحشي البيضة دي هحشيها بالشوكولاتة او بالنوتيلة والغمقة دي هحشيها بالشوكولاتة البيضة زي ما انتوا حبي ممكن تعملوها حلو حادق وممكن تعملوها حلو بس زي ما انا عملتها بقسم كده العجينة بتاعتي اهو بالشكل انتوا شايفينه ده وهبتدي كده ان انا اكوارها مش عايز اقول لكم العجينة طرية قد ايه وحلو قد ايه بجد جميلة من غير بقى عجين ولا اي حاجة هو بايدنا وانطلع بارتو عجينة يعني احسن من العجين كمان خلوس كده انا اسمتوم خمس كور معي اربع كور وفي كورة كده ركنيها على جنب هاقوزها في حاجة تانية هاقول لكم عليها وهاخد كمان كورة زيها كده اخطها من اللي هي بالشوكولاتة برضو على جنب علشان هاعمل الاتنين مع بعض هاعمل ميكس شوكولاتة والعجينة الفتحة بتاعتنا دي اهو زا ما انتوا شايفين كده وبتدي اكوار كده معي بقى الصانية بتاعتي دي حط فيها زبدة دهنية بالزبدة ومعي طبق كده قلبة علشان احطوه اه بس بعد كده لقيت الصانية بتاعتي اه صغيرة فها غيرها واجيب صانية تانية ومش هاشيل الطبق ده خالص وحط هاعمل بقى انا كده حط الطبق علشان هاعمل حاجة او دورية كده في النص بحيس ان الدورية دي تبقى موجودة وحواليها كده البريوش بتاعنا عشان يدينا شكل كده عامل زي شكل الوردة او اي حاجة متركزوش بقى معي انا هوريكو هتشوفوا معي انا هعمل ايه دي بقى النوتيلا بتاعتي زا ما انتوا شايفين كده هبتدي ان انا احشي بيها العجينة زي اهو بقفلها كده من حواليها كده علشان ما تخرجش برا وهبتدي كده اقطع بالسكينة زا ما انتوا شايفين كده معي عشان لما ايجي الف العجينة تلف معي تتلف معي وتعمل شكل كده من فوق حلو هوريها لكم جيت بقى بعد ما لفتها مش هتصدق بقى جيت بعد ما لفتها لقيت الشرط اللي انا عاملها ديت ما كانتش واضحة قوي ففكتها تاني ورجعت عدت عليها عشان تبقى بينا معي عادي يعني كلنا بنغلط وكلنا بنتعلم يعني محدش مولود كده بيتعلم كل حاجة لأ لازمن بنغلط مرة واثنين وثلاثة عشان نعمل حاجة صح فانتي لو اول مرة بتجربي حاجة زي كده ما تعملهاش في كمية كبيرة اعمليها في كمية يعني تكون صغيرة علشان لو بوزت منك ولا حاجة يعني ما تزعليش عدل مقاذير او الحاجات اللي انتش استخدمتها اهو بابتدفر دهو بالشكل ده اهي بقى دي لانا اعملها في النص بدل قلت ما حط الطبق وهعمل حوالي العجينة لأ انا هعمل دي في النص وعمل حواليها العجينة زي ما انا عايزة كأنها يعني ما كان الطبق بالزبط اهو فردتهم كده اللي اتنين على بعد ممكن بقى تحشيهم شوكولاتة بيضة شوكولاتة غبقة زي ما انت حابت بس انا مش هحشيهم من صراحة انا هسيبها كده سيدة اهو هابتدى فتحها برضو بالشكل ده وابرومها كده اهو بسم الله تطلع معين شكلها طحفة هقفل بقى كده من الجنان مش عايزة تقفلي براحتك بس انا محب اقفلها عشان ما تفكش مني لما تخمر اهو نعمل كده شكل وردة بالشكل ده وهحطها في النص وابتدي بقى حط العجينة او البريوش بتاعي حواليها كده بالشكل ده بدل ما نحط الطبق ونرجع نشيله والشغل ده كله دي بقى جيتة فردة هتقطعت معي بس مسيبتهاش برضو اللي حطيتها تاني وفردتها مفيش مشكلة معي هنا بقى شوكولاتة بيضة والشوكولاتة دي برضو تكون بحرارة المطبخ عشان لو طلعتها بالتلاجة حطيتها في العجينة بتاعتك مش هتسيح معاك اهو هبتدي برضو قطعها كده بالشكل ده خراس بقيت محترفة بصتوا على طول كده وعايز اقول لكم يعني انا برضو مش مش مولودة بعرف اعمل حاجات دي ولا لا انا بتعلم من قبل ما افتح القناة وكده وانا كنت على طول اشوف عن نت وانفز ويعني واجرب واعمل حتى لو بازت عادي ما بيقس ده بقى المعجون السحر بتاعنا ان هو اي بقى الزبادي بس زبادي يكون بسكر هيديكوا طعم جميل جدا وهيديكوا هشاشة للبريوش بتاعنا تحفى بجد هو السر كله في شوية الزبادي بسكر ده بجد جربوها يعجبكوا طعم فوق الممتاز ده انا بغلف كده البريوش بتاعه كله بس زبادي قبل ما يختمر يعني ده قبل ما يختمر وهسيبه بقى لحد لما يختمر وبعد كده هدخله الفرن وهوريكوا شكله حصل بقى معايا صدمة عمري زي ما انتوا شايفين كده سبتوا خد لون زيادة في الفرن بس عادي برضو هيتاكل وحلو وقلت برضو اورهولكوا يعني مفيش مشكلة كلنا بيحصل معنا كده وكلنا سعب بننسى حاجات في الفرن ومفيش حد معصوم الخطأ كلنا بنغلط زي ما انتوا شايفين كده الشكل من جوا الشوكولاتة فيه سايحة جمدة جدا مش عارفة بقى مسيكوا لانه سوخ خالص وبجد مش قادر امسيكوا بس هو هش جدا 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 جماعة وبجد طعمه روعة بصو شايفين حاجة كده فوق الخيال لو انت بقى اول مرة بتشوفوا قناتي ياريت ما تنسوش تركوا فيها واتفعلوا الجرس عشان يتصلكوا كل جديد